لمناقشة الاستعدادات الخاصة بالزيارة الأربعين وفي مقدمتها الجانب الصحي نظم قسم الشؤون الطبية في العطبة العباسية المقدسة الملتقى الطبي الثاني الذي يهدف لتقديم خارطة طريق علمية وعملية لتطوير الخدمات الطبية وتهيئة مناخ صحي آمن للجموع المليونية ولتوحيد الجهود خلال الزيارة نحن هنا اليوم لوضع اللمسات الأخيرة لخطة وعدة سابقا ولا بد للمراجع والتقييم في كل موسم نحن هنا مع مجموعة من المهتمين المعنين بالشأن الطبي سواء كانوا منتسبين في العطبة العباسية المقدسة أو متطوعين لها هذا الدعم الإسنان الطبي والصحي تقريبا بـ 15 مفرزة طبية بكادر 500 نساء 500 رجال متطوعين وحصرا ناخذهم من ملاكات دائرة الصحة يعني دائرة صحة المثلنات تنظين قائمة يعني ما نخلي ناس تشتغل ويانا غير معرفين أو غير مكلفين كادر طبي إحنا إن شاء الله عندنا فريق طبي متكامل من 100 منتسب بكافة الاقتصاصات أطباء صيادة أطباء أسنام مختبر معالجين طبيعيين سيارات سعاف مع الأدوية إن شاء الله تتواجد في الطريق الشمالي مبدئيا إن شاء الله إحنا تم الاتفاق على مجمع الكلين إن شاء الله استعرضت في الملتقى الذي شهد حضور وفد مثل وزارة الصحة ومدريات دوائر الصحة في عدد من المحافظات الجوانب الصحية والطبية المقدمة خلال الزيارات المليونية وتم تشخيص المشكلات في زيارة الأربعين والاستفادة من التجارب السابقة في تطوير الخدمات الصحية من أجل خلق بيئة آمنة للزائرين عن طريق التشخيص والعلاج